سلام عليكم بداية فرق اديوكم اي كي اي سكوربيان ورجعنا بموضوع جديد اليوم راح شوية راح تيب عصبية انه كافي اليوم هو الجزء الثاني من فيديو كل شي تحتاجين تعرفه عن التمرين عني عندي الجزء الاول واللي شرحنا به شرحنا به انه شنو فائدة من التمرين ليش البنائي لازم تتمرن هل التمرين راح يسوي مظهر جسمك رجولي وحكينا عن الفرق بالتمرين بين الولد والبنات التمرين الشد والتنهيف والتخلص من الترحل وغيرها حكينا عن موضوع وفيديو شامل بشكل عام لكل شي تحتاجين تعرف على التمرين فاليوم هو الجزء الثاني من فيديو كل شي تحتاجين تعرفي عن التمرين ونطبق شوية شغلات مفصلة اكثر اول شغلة كافي عاد مال انه انت بنيه ما ريد اتمرن كافي انت بنيه لا قوم يتمرني هاي مال انه اني بنيه مظهري انثوية هالشغلات مانتبعينات كافي عاد بيها اوكي قوم يتمرني كوني قوية بس مجرد انه انت بنيه مو معلاتة انه انه انت اضعف من الولد معلات انه القوة والعضاءات لازم تكون الولد بس لا مظهر شكل جسمك رجولي وانثوية وانت هو بالعضالات مبدهن اه قوتيج هي دائما دائما ما تترعي عن التش ويعني صراحة 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 سوري بس يعني اذا كان عضلة اثرت على التش فيعني يعني التشغل بيها من البداية زين فكارت تفكرين بانه انه اني بنيه ما يتمرن عضلات تعالي شوف البنات الموجودات برا يتمرن دادل يتمرن لا قوة من عندي دادل سكوات ايديها مجرحة ليس معنى انه هي مو انثى وصدقيني ما راح تاثر على نوتك ما راح تاثر على حياتك بشكل عام ومن اقول لك تتمرني ليس تتمرنين بس ها انا بنيه اريد بس ارداف و اريد بطني فا اتمرن بس سكوات و بطني لا هذا اول غلاط موجودة وانه هو انه البنات يركزن بس على اريد اريد تمارين صدر و اريد تمارين سكوات لانه اريد الارداف و اريد منطقة صدر تبينها ها مراح تاثر الجسم الجسم لا يمشي على مزاجك الجسم لا يفكر بانه فيما انه اذا تتمرن سكوات المؤخرة ستكبر وباقي الجسم يكون طبيعي مستحيلة حتى اذا صارت سيبين جسم مشاز فلازم تتمرن الجسم كلية بشكل عام من ناحية منطقية من ناحية الانمية بانه حتى تنبني المؤخرة او الارداف او الورق شترين سمي سميه حتى تبين بشكل انت تريدي شكل مطلوب لازم الجسم كل يكون رشيق كل يكون عضلي ومنا قلت عضلي لا تفكر انه عضلي يعني شي مقزز لا عضلي يعني شي مرتب يعني بانه لازم نسبة الهرمون تستاصرون وغيرها من الهرمونات كليتها ترتفع حتى الجسم كليتها يبين متناسق اكثر الجسم كليتها يبين كل شي قاعدوية كل شي ما ممكن فد يعني هسا قلت عني بجسم هذا وبذراعي هاي صير اذراعي اكبرها الكبرها وجسم كليتها نفسه ما يصير الا اذا احقن هفت شي الا اذا اذا اني مسوي فتشغلات غير طبيعية لكن كتمرين مستحيل اني اتمرن بس بايسبس واريد بايسبس تكبرتها وصل الى الكبرها بالبداية ستشوفين فرق ليش لانه انه انتي اصلا ما متعودة على التمرين ستشوفين بانه عرضها شوية بيانات احسن شوية بيانات مجدودة هاي اذا اصلا شفتين نتيجة لكن ما يظلين تستمرين على سكوات وبطن و بس اخذيها من عندي روح تمرني سنة قاملة ستشوفين هاي فرق فتمرني جسم شكوليتها بشكل عام من جسم ما نصدم بانه انتي تتمرين كل العضلات بالجسم سيقول اوكي هسا لازماني ابدأ زي بنسبة تفرازو هرمون جسم لازم ابدأ اشترى على الجسم كليته واخذي نقول احسن كليته ابني عضلات بشكل عام وبالتالي تقدرين تحصلين اي شي تريدين فاذكري مو بس كوات وبطن لا لازم وياها تمارين جسم كاملة سنطبع على التمرين سنعرف اساسياتها طبعا اكيد انكم لا يعرفون هذه الشرات بس اكو هواي ناس ومن تتخيلون انشقد اكو بنات ما يعرفان يعني شنو سيت يعني شنو الدفعة يعني شنو السبور سيت اوكي فاليوم راح مفصقها كليتها فارح اريد انه هذا الفيديو يكون هو الخط والأولى اللي اصلا ما سامع بشي اسم رياضة اوكي فقد نعرف بي انه عقفت شي اسمه الدفعة او التكرار او مرة او او اه اصعد واحدة من التمرين يعني اني هسب هذا الفيديو ده اسوي سكوات التمرين بانه لازم انزل واسعد النفس النقطة اللي بديت منها فالنقطة اي حد نقطة بي اروح من اي البي بعدين الارجع الاي هاي كنت انسميها الدفعة يعني انه انا سويت حركة واحدة سويت هذا التمرين مرة واحدة والي هذا هو التكرارماتيج فهاي الحركة غني نقول بايسبس من هي هنا نقطة البداية سويت هيتش ورجعت هاي دفعة حلو مجموع الدفعات نسمي سيت يعني شنو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة هاي العشرة مرات كل اللي يتحن نسميها سيت فالسيت متكون من عشرة مرات مداما هاي بس مثال ممكن تكون من دفعتين ممكن تكون من دفعة ممكن تكون من عشرة ممكن تكون ثمانية سبعة خمسة عشة ثلاثين كيف فالسيت الفرضي هو سيت مماعين ممكن يكون 12 معهم ممكن يكون 20 معهم ممكن يكون ايش فالسيت هو مجموع المرات هلو نجي من نقول سوبر سيت سوبر سيت يعني بس مجرد اكون تمرينين ويضع نسوي يعني اتمرأ مثلا سكوات ويضع نقول رفع وركة المؤخرة من اخرين اتمرأ سيت من هذا وسيت من هذة نسميه سوبر سيت سوبر سيت سيت يعني هاي سيت من تمرينين بدون راحة يعني اول ما خلصت سكوات قبل انتقلل التمرين لورا سيت واذا يسمى سوبر سيت هناك بعض التراي سيت بأنه يقوم بعمل ثلاثة تمارين ويقوم بعمل ثلاثة تمارين هذا ما أعرفنا ما يعني مرة أو دفعة ما هو سيت وما هو سوبر سيت و تراي سيت فسعد عرفنا بأنه أنه يجب أن تتمرنين لأنه لا يقوم بعمل رجولي وما يعني سيت وما يعني تمرين وما يعني ماذا سيتمارنين وماذا تقسمين وماذا تقسمين وماذا تقسمين تمارين إذا كنت تتمرنين بجم أو ببيت ما دامك تتمرنين الحركة إذن أكون جهد على العضلة إذن عضلتش رح تكبر فمو شاطئ اللي تتطبين بجم وتسجلين لا تقدرين تتمرنين بالبيت سواء كانت عندك أوزان أو ما أهم شيء يكون مقاومة على العضلة وقدر استقلم وزن جسمي إذا وزن جسمي نقول 50 كيلو سيتمارنين بعد فهذا 50 كيلو سيتمارنين وبالتالي تمرين يشتبر فمو شاطئ اللي تتمرين بجم حسنا نجعل على كم يوم تتمرنين بالأسبوع مو أقل من ثلاثة ومو أكثر من ست أيام يعني لو تمارن ثلاث يام لو تمارن ثلاث يام لو تمارن ثلاث يام لو تمارن ثلاث يام لأنه لازم ترتاحين لازم ترتاحين لانه لازم ترتاحين لانه لازم ترتاحين لانه حتى الجسم يبني حتى الجسم يصلح وبالتالي جسم يكون أحسن أكثر شيء هو ست أيام لأنه على أقل ترتاحين وأقل شيء هو ثلاث يام لأنه إذا تمارنين مرتين بالأسبوع لا تستطيع نضي نتائج لكن ثلاث يام بالأسبوع يكون في الشيء المنمام فاعتمادا على كم يوم تتمرنين بالأسبوع في قسم من أيام حلو؟ دعني نقول أنه أنت ابنية ريد اللي مضرباتي اللي يريدن ريدن كبران أرداف دعني نقول الرجل شادة تبين بطن ماكو منطقة تصدر تكون مليانة شوية مشدودة وطرعة تكون همينة مشدودة ونقول مشدودة يعني عضلات فلازم تتمرنين الجسم كله وعلى ثلاث يام بالأسبوع يعني أول يوم تمرين جسم كامل ثاني يوم راحة تمرين جسم كامل راحة تمرين جسم كامل راحة وظلين هيتج ولياني هذا طبعا ممكن أن أصحبه لأنه ما تتمرين الجسم كلية بيوم واحد راح تتعبين هواية وما راح تنطين كل عضلة استحقاقها فيعني كيف تنطين كل عضلة تمرينين تمرينين سوف تطول فاللي أحب أن أقسمه فالتقسيم يكون يأما تمرن جسم أعلى بيوم يعني كل شيء بجسم الأعلى وهذا طبعا عندي إلى تمارين موجودة ثاني يوم يكون جسم أسفل ثالث يوم يأما تأخذي راحة اذا كانت بني ضعيفة او اذا كانت بني ضعيفة كارديو والكارديو هو التمارين الرشاق يعني ركض حبل قفز سباحة مع تمارين الرشاق فهذا تقسيم داخل من ممكن تصفالي منه جسم أعلى جسم أسفل وهذا تمرني او اذا كانت متقدمة اكثر اذا كانت بجم تقدر انقسمها على العضلات يعني شنو صدر و ترايسيبس ثاني يوم ضهر و بايسيبس الثالث يوم كتاف و رجل هذا يكون تقسيم مرتف فتقسيم أيام يعتمد عليه كيف تريد ان تفعلها واكيد همينا بالفيديو جاء سأبدأ سوي شغلات مفاصل عليها لكن معظم من بلات انه خصوصا لانه انتو متحبوا التمرين و دائما مو كلش مهتمات بالتمرين يعني معظمكم فالتقسيم الياني اشوفه مناسب و خصوصا اذا انتو بالبيت و ما عندك اوزان فهو الجسم الأعلى و جسم أسفل و كارديو وتعديها واللي هاي همينا عندي موجودة لها تمارين و عندي تمارين جسم الأعلى و تمارين جسم الأسفل و هاته اللي تقدرين تسويها فهذا هو الفيديو ما اليوم بس مجرد شغلات ويتعرفك اكثر عن الموضوع اذا شغلات انت هاي طبعا تعرفيها فعه شتدك انت شوية بمستوى متقدم لكن بس كل اللي اريت اقولي بانه قوموا تمرن و ملضن و مفكروا عن ابنيا ما يصير اتمرن بحديد لا قوموا تمرن بدني عضلات ما رح يصير شغل عجولي اوكي فهذا هو الفيديو اليوم اكيد رح تجيكم فيديوهات كل ش حلوه فيديوهات تمارين مؤخرة تمارين المنطقة صدر مخصص هاني سوالف يعني من شكل عام سأخذه واحدة واحدة بس لازم نبدأ من الاساس فهذا هو الفيديو سووا لاك سووا سبسكرايب للقناة ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة